اشتركوا في القناة الآن في ملعب أنقرة وهناك يقف أردغان يوميا ليؤكد عزم بلاده التدخل في شرق الفرات مستندا في ذلك على جسر اتفاق أضنى اتفاق أساسه تاريخي وعندته توافقات يحاول صناعتها من أطراف إقليمية ودولية بعيدا عن الأسد قاتل المليون إنسان كما قال أردغان أما في محورنا الثاني لهذه الليلة مظاهرات ضخمة خرجت من عفرين بريف حلب ضد فوضى السلاح التي عادت للمدينة رغم الحملة الأمنية ضد المفسدين والتي أطلقها الجيش الوطني قبل أشهر في عفرين وريف حلب الشمالي عمليات الاقتحام والقتل عادت ومطالب الأهالي للشرطة احصروا السلاح بأيديكم وأنه مسلسل الفرتان الأمني الذي لم يتوقف أكد مصدر مسؤول في خارجية النظام أنهم ملتزمون باتفاق أضن الأمني الموقع مع الجانب التركي عام 1998 وطالب المصدر بخروج الأتراك من سوريا وعدم تمويلها لفصائل المعارضة لتفعيل الاتفاق على حد قوله ويتزامن ذلك مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردغان عن أن اتفاق أضن ما يزال ساريا المفعول التقرير الآتي وتفاصيل تستمر أنقرة في الحديث عن اتفاقية أضن لإيصال رسالة للمجتمع الدولي بأنها قادرة على دخول الأراضي السورية بشكل شرعي وقانوني دون الحاجة للرجوع لأي طرف آخر وذلك ملاقة رحيبا في موسكو إذا اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لابروف أن اتفاق أضن الموقع عام 1998 ما زال سارية بين النظام وتركيا ولن يكون بمقدور النظام معارضة ما يقوله الروس وهذا ما أشار إليه مصدر مسؤول في خارجية النظام مضيفا أن النظام ملتزم باتفاقية أضن مع الجانب التركي لكنه في الوقت ذاته طلب من الأتراك الانسحاب من سوريا ووقف تمويل دعم فصائل المعارضة حسب قوله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جهته رفع عامل لهجة التصعيد مؤكدا أن وجود تركيا في سوريا لا يزال ساريا المفعول حسب أحكام اتفاقية أضن بحسب وصف الرئيس التركي بل وبدت تصريحات أردوغان تنحو باتجاه لغة التهديد وتوعد بعدم تردد أنقرة بتنفيذ عمليات عسكرية مفاجئة وعلى حين غر إذا لم تنجح المباحثات السياسية والديبلوماسية يبدو أن موسكو تريد الدخول من بوابة أضنى بعد الموقف الأمريكي الباهت بشأن سيطرة الأتراك على المنطقة الآمنة في حال جرى تشيدها ويبدو أن تركيا تريد لنفسها ذريعة قانونية للانتشار على كامل الحدود التركية السورية خشية فراغ محتمل بعد انسحاب القوات الأمريكية المزعوم وتبدو أن المسائل السياسية أخذتنا في التشابك وعدم تفسيرها مع استمرار الشرخ السياسي بين الأطراف النافذة على الأرض لتبقى الإمكانات والإحتمالات مفتوحة على الأبواب وعلى المفاجآت أو التسويات ولفتح النقاش في محورنا الأول يسعدون أن نستضيف معنا هنا في الاستوديو حسين عبدالعزيز الكاتب والمحلل السياسي وعبر الأقمار الصناعية من موسكو في تشيسلاف موتوزوف الدبلوماسي الروسي السابق ورحب بكم أضيفاي وأبدأ معك سيد حسين أول تعليق للنظام السوري على موضوع اتفاقية أضنى الذي أثير في الآوين الأخيرة قال نحن ملتزمون باتفاقية أضنى لكن بشرط العودة لحدود 2011 وأن تركيا هي من تقوم بخرق هذا الاتفاق ما رأيك بهذا الموضوع؟ بطبيعة الحالية الاتفاق إشكالي بحد ذاته كل طرف ينظر إليه من جانب آخر طبعا تركيا منذ أن طرحت روسيا موضوع اتفاقية أضنى أعلنت بأنها بهذه الاتفاقية بحاجة إلى تعديل لا يمكن إعادتها كما هي لكن بعد ذلك بدأ الموقف التركي يميل إلى اعتماد اتفاقي كما هي خوفا من أن تعديل الاتفاقية سيؤدي إلى تفاهم مباشر بين الحكومة التركية والنظام السوري وهرب من هذه المعضلة يبدو أن الأتراك قبلوا بأن تبقى الاتفاقية على ما هي عليه هذا من جانب بالنسبة للنظام يعتقد أن تطبيق الاتفاقية يترتب أن تكون تعود الأمور إلى ما هي عليه بمعنى أن لا تكون أي قوات تركية داخل الجغرافيا السورية وأن تكون مهمة تطبيق الاتفاق أدنى بحسب ما ورد في الملاحق الأربع عام 1998 هي من مهمة النظام هو الذي من مهمتها أن يخضع على أي عمليات إرهابية أو على أي قوة تهدد الأمن التركي وبالتالي هو الذي ينشر قواتها أنا في تقديري الواقع الحالي يختلف عن الواقع عام 1998 لكن النظام واقعيا اليوم هو غير قادر على القضاء على وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا الواقع اليوم مختلف نهايا أول من سمح لي المنظمات الإرهابية أن تتعمق في الشمال السوري هو النظام وليس تركيا هو الذي سحب قواتي عام 2002 وسمح للاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب بالانتشار في الشمال السوري وبالتالي يعني هذا من ناحية الواقعية هو الذي خرق اتفاقية أدنى وهذا يترتب عليه أن تقوم تركيا لأن النظام عجزة عجزا كاملا عن تنفيذ هذه الاتفاقية من حق أنقرة أن تطبق بنود هذه الاتفاقية وخصوص البند الرابع في التوقل في الأراضي 5 كيلومتر في تقدير الواقع اليوم يختلف نهائيا تماما عن واقع عام 1998 اليوم في قوة مختلفة الأكراد لديهم قوة هائلة في الشمال السوري ولا أعتقد أن النظام يستطيع أن يفرد رأيه كل ما يرده نظام بكل ذلك هو أن يحدث تفاوض مباشر بين أنقرة وبينه نوع من أنواع الشرعية وهذه أحد الأسباب التي دعت تركيا روسيا إلى طرح الاتفاقية أولا شرعنت النظام على اعتبار الاتفاقية وقعت بينها حكومة سوريا نذاك والحكومة التركية وروسيا أكدت على هذه النقطة على فكرة قالت إن تم الحديث بهذه الاتفاقية في المستقبل يجب أن يكون هناك تفاوض بين أنقرة وبين بشكل مباشر لكن هناك جزئية قبل هي جزئية الخمسة كيلومتر الموجودة ضمن الاتفاقية هل هي ما يمكن أن تخدم فكرة أنقرة بالمنطقة الآنية في المستقبل؟ هذا السبب ثاني الذي دعت روسيا إلى طرح الاتفاقية وهو أنه يحدد الوجود التركي بخمس كيلومتر بينما أنقرة تدعو إلى بحدود ثلاثين كيلومتر وبالتالي إذا ما طبقت الاتفاقية وفقوشة نظر موسكو ستكون تركيا محصورة بهذا العمق الجغرافي لا أنا أعتقد المسألة أعمق بكثير وأكبر من كثير من اتفاقية أضنى إذا ما تم هناك تفاهم لأن هذا التفاهم حول المنطقة لا يقتصر على الجانب التركي الروسي وإنما أيضا تركي الأمريكي بكل أحوال روسيا وأمريكا لا يريدون توغل عميقا لتركيا في الجغرافية السورية كل لأسبابها صحيح أن هناك تفاهمات كبيرة بين روسيا وبين تركيا لكن لا تفضل روسيا أن تكون لتركيا هذه اليد الطولة والكبرى في أشياء مليج السوري نحن نتحدث من أقصى الغرب في إدليب إلى أن تصل إلى أقصى شرق الفرات وبالتالي تكون لتركيا حاضرة وقوة هائلة سوف أنتقل لسيد فيتشسلاف ماتازوف دبلوماسي الروسي السابق ضيفنا من موسكو سيد فيتشسلاف لماذا اليوم تدعم روسيا الرؤية التركية بموضوع المنطقة الآمنة وبموضوع اتفاق أضنى تحديدا برأيك هذا شيء طبيعي لأنه اتفاق أضنى هذا اتفاق الذي يفتح الباب لحوار سوري تركي على أساس الشرعية على أساس القانون الدولي أساس اتفاق ألف تسعمية ثمانية وتسعين الذي كان مجدد ألفين عشر من قبل سوريا وتركيا ولذلك هناك موجودة أرضية علاقات على الحدود بين تركيا وروسيا لماذا نحن نتغرب من هذا الاتفاق لوفروف أسنى زيارة أفريكا الشمالية قال بكل الوضوح أن لدي روسيا اتفاق مع اتراك أنهم ملتزمين لهذا الاتفاقية إذا طرف تركيا ملتزم طرف سوريا ملتزم لماذا نحن نكون ضد هذا الاتفاق أنا أتصور عن دوكتر الرئيسية هنا ليس في علاقات في موقف تركيا أو سوريا أما في موقف الكرد أكراد وموقف الأمريكي إذا أكراد الآن أمام خيار مثل ما هم كانت أمام الخيار في أفريد يفضلوا أن يعترفوا شرعية سلطة سوريا ويسمحوا الدخول الجيش العربي سوري إلى المنطقة يسيطرون اليوم بدع من قبل أمريكا يعني هذا كل المشاكل حلوا على أساس اتفاق اتفاقية عدانا ولكن هناك موقف روسيا ما هو رأي روسيا مباشر بهذا الموضوع تحديدا بهذا الموضوع ما هو رأي روسيا خصوصا أنها اليوم وسيط بين القوات الكردية والإدارة الذاتية والنظام من جهة ثانية أولا أنا أعتبر أن الروسيا لا يطرح ولا يؤيد أي جهود كردية لإعلان الحكم الزاتي أو دولة مستقلة أو دولة ضمن دولة ضمن في أطار دولة سوريا كل هذا مرفوض روسيا لأن جهود الروسية متركزة على جر المنظمات السياسية الكردية لمناقشة موضوع دستور السوري لمشاركة في الانتخابات والقرار الشعب السوري منبسك من انتخابات حرة وشفافة هذا هو الجواب على كل الأسئلة على كل المشاكل والروسيا لا تؤيد بأي شكل من الأشكال الطموحات تقسيم السوريا هذا من تسريحات رسمية في موسكو واضح تماما طيب سوف أنتقل لسيد حسين سمعت سيد متوزوف ذكر نقطة أن موضوع شرق الفرات بالأساس مصيره ومستقبله مرتهن أو سوف يكون مبني على اتفاق ما بين قوات وحدات حماية الشعب الكردية من جهة وما بين النظام من جهة ثانية هل يمكن أن يحدث هذا بشكل حقيقي أي سيناريو تتوقع أن يحصل برأي لا لا يمكن اختزال شرق الفرات مصير شرق الفرات بمجرد التفاهم بين الطرفين هما الأكراد والنظام شرق الفرات هناك فيه خمس قوى فاعلة فيه بالإضافة إلى نظام الأكراد تركيا والولايات المتحدة وروسيا وبالتالي أي تفاهم يجب أن يحدث بين الثلاث الرئيسي الفاعل وهي تركيا والولايات المتحدة وروسيا أعتقد أن حتى لو الأكراد نجحوا بالتفاهم مع النظام هذا التفاهم لن يصل إلى تحقيق الهدف المطلوب لكل الطرفين بسبب وجود خلافات كبيرة وتتمحور حول محورين أساسيا الأول أن الأكراد يصرون على خصوصية قوات سوريا خصوصية الوحدات الكردية بمعنى أن هذه الوحدات لا يجب أن تتهمش وأن تندثر وأن تتذرر داخل الجيش السوري حتى لو جرى تحالف وانضمت إلى جيش النظام ستبقى لها خصوصية وأعتقد هذا لا يمكن أن يقبل به النظام النقطة الثانية وهو فيما يتعلق بالإدارة الذاتية النظام يعتقد أن قانون الإدارة الذاتية يجب أن تكون جزء من الإدارة المحلية بينما الأكراد يرون أن الإدارة المحلية هي التي يجب أن تكون جزء من الإدارة الذاتية بكل أحوال منطقة شرق الفراد تخضع لتفاهمات روسية تركية نعم كل احتمالة الآن واردة وابتالي يصعب الحديث ولذلك أردوغان أعلن أن أمر يحتاج إلى أشهر لكن بالأمر الواقع حاليا التهديدات التركية لقوات حماية الشعب والإدارة الذاتية ألا يمكن أن تدفعهم بشكل مباشر لأن يتفاهموا مع نظام ويقدموا تنازلات حتى لا يحصل بهم ما حصل فيه حتى لو تفاهموا مع النظام ما الذي سيسمح للنظام بالوصول إلى الحدود التركية الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بذلك وأعلنت أكثر من مرة تركيا لن تسمح بذلك بسبب نقطة وهذا هو الخلاف بين الواقع الحالي وعام 1992 وهو أن هناك تحالفات بين الأكراد والنظام تركيا لن تضع فيتو على المفاوضات ما بين القوات في دارة الذاتية صحيح أنها لن تضع فيتو وبين النظام بالعكس مجلس سوريا الديمقراطية زار دمش أكثر من مرة لكن هناك تصريحات لكثير من قادة الإدارة الذاتية وأعلنوا أن الولايات المتحدة هي التي عرقلت ومنعت بالوصول إلى تفاهمات وهي قد تقبل واشنطن ببعض التفاهمات لكن لن تسمح بوصول قوات النظام إلى الشمال السوري وتركيا أيضا لن تسمح بذلك لأنه سيحدث تحالف بين النظام ما الذي يعطي ضمنات بأنه لا يحدث تفاهم وتحالف بين النظام وبين الأكراد ضد تركيا هذا خط أحمر تتفهمه واشنطن وتتفهمه موسكو الخلاف الآن بين موسكو وواشنطن وتركيا ليس في المنطقة الأمنية وإنما في عمق المنطقة الأمنية يعني هناك تفاهم تام بأن تركيا من حقها أن تأخذ شريط حدودي نوع منطقة الأمنية لكن الآن عمق المنطقة الأمنية وهل المناطق الحضرية المدن ستكون ضمن هذه المنطقة الأمنة أم الأمر يقتصر على الأرياف ومن ثم النقطة الثالثة ما هي القوى التي ستنتشر هنا هل ستكون قوى ستكون منطقة تحت إشراف مباشر تركي أم تحت قوى ترضى عنها تركيا ولا تكون في نفس الوقت في عداء تام مع الطرف الآخر سوف أتقل سيد فتشيسلاف الآن برأيك هل يمكن لروسيا أن تقبل بموضوع الخمسة كيلومتر فقط ضمن اتفاقية أضنى لأن تدخل إليها تركيا أم ممكن أن يكون هناك حديث آخر ليست شريك روسيا ليست شريك في المفاوضات روسيا وسيت في مفاوضات بين السلطة السورية والتركيا كما أنا أعرف أن هناك تفاهم موجود بنسبة لخمسة كيلومترات عشرين كيلومتر أو عشرين أو ثلاثين كيلومتر هذا ليست مشكلة مشكلة الأساسية أنه من هو يسيطر في الضفة الشرقية يسيطر فيها الأقراض هذا غير مقبول تركيا وتركيا أعلنت رسميا أنها تدرب قوات قردية على أراضي سوريا مثل ما كانت تعمل هذا في أفرين وفي هذه الحالة أمريكا التي قوة داعمة لحركات القردية سيكون في موقف المواجهة الأطراق والتركيا أدغوة حلف الشمال الأطل طيب هل يمكن بناء على هذا الكلام هل يمكن سيد فتشسلاف هل يمكن لروسيا مثلا أن تدعم أي تحرك عسكري للنظام إذن في شرق الفرات برأيك أم ذلك مستبعا كل تحركات برأيك أنا المقبلة سيكون على أساس السياسي ليست على أساس الحرب أو هجوم العسكري لأن هناك تفاهمات السياسية إذا أمريكا تصل إلى الفكرة أن ليست أمامها الخيار إما يؤثر على منظمات القردية لم يمنعهم التقارب مع السلطة السورية وهذا طريق الوحيدة أمام الأمريكان أنا لا أتساور أنهم سوف يستمروا دعم متطلبات الكردية في هذه الحالة تركيا سيكون غادبة وليس جيشون نقطة مهمة الولايات المتحدة الأمريكية سيد موتزوف سوف أنقل هذه النقطة إلى سيد حسين عبد العزيز الآن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا يعني لم تتكلم أي شيء أو تعلق على موضوع اتفاقية أظنى معنا جمس جيفري في أنقرة تكلم عن الموضوع يعني ليس بالضرورة أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية موقفاً علنياً من ذلك لأن هذه الاتفاقية الثنائية بين جانب السوري والجانب التركي والتفاهمات التركية الأمريكية أنا في تقديري أوسع بكثير من اتفاقية أظنى وبالتالي هذا لا يؤثر على التفاهم الأمريكي التركي إذا ما أعطيت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لتركيا بالدخول فأعتقد أن تركيا ستتجاوز خمس كيلومتر وبالتالي العقدة الأساسية ليست في اتفاقية أظنى والعقدة الأساسية اليوم مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس مع الروس يعني تشويش أقلوا على منذ أيام أن هناك نقاط مشتركة بين نوين الأمريكيين حول المنطقة الأمنة لكن ما تزال هناك خلافات هذه الخلافات الصغيرة هي التي ستحدد مستقبل شرق الفرات وأعتقد أنه هناك إلى الآن تذبدو في الموقف الأمريكي لا أحد يستطيع أن يحدد ما هي تحقيق الموقف الأمريكي روسيا تضغط بشدة لديها خيارات إما أن يصل النظام إلى الحدود وهذا أمر تدركه روسيا أنه مستحيل أو أن تقبل بتقطيع المنطقة إلى ثلاث أماكن شريط حدودي تحت قيادة كردي تركية ومنطقة جغرافية للأكراد وهم ثم توغلوا النظام شمالا بحيث ينحصر الأكراد ويحقق نظام بعض المكتسبات وقد يكون كل ذلك مرتبط بإدلب يعني لاحظنا نحن تصريحات عشية القمة بين أردوغان وبوتين كيف أن الروس صرحوا أكثر من مرة عن الواقع المأساوي في إدلب وأن له لم يتم إنجاز اتفاق سوتي في تقدير من المبكر الحديث عن شكل المنطقة الآمنة لكن كل ما هو أكيد إلى الآن في ضوء المعطيات الرهنية أن تركيا سيكون لها اليد الطولة في منطقة شرق الفرات بتفاهمات مع روسيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية نعم أشكرك كثيرا حسين عبدالحزيز الكاتب المحلل السياسي ستبقى معنا في محور الحلقة الثانية وشكر لك أيضا ضيفنا من موسكو فيتشيسلاف موتوزوف دولوماسي الروسي السابق شكرا لكم تضيفنا في هذا المحور مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بقوة معنا